سأبدأ بالحديث عما بدأ في السبع في أكتوبر إنه كابوس للإنسانية لأن مصر كما تعرفون ومنذ اللحظة الأولى أعلن عن موقفنا أننا ضد أي اعتداء ضد المدنيين من كلا الطرفين وبالطبع لا ندعم أبدا وندين ما حدث في السبع من أكتوبر ضد المدنيين الإسرائيليين غير أن التبعات التي صدرت بعد ذلك من إسرائيل كان أمرا غير محتمل كل الفلسطينيين في غزة يدفعون ثمن ما حدث في السبع من أكتوبر إنه عقاب جماعي ليس عقابا لحماس بل لكل الشعب الفلسطيني الذي يعيش في غزة تصوروا أنه حوالي 2.5 مليون نسمة كانوا يقيمون في قطاع غزة فجأة تدهورت وتدمرت حياتهم نتحدث اليوم في هذه اللحظة عن أكثر من 34 ألف ضحية أكثر من 77 ألف إصابة بالإضافة إلى 7 ألاف لازالوا مفقودين تحت الركام